تسلم مدير عام مديرية المسيمير بمحافظة لاحج حاميم محمد الحوشبي مشروع توسيع وتجهيز قسم الطوارئ التوليدية الأساسية في مستشفى المسيمير بالمديرية البالغ تكلفته 120 ألف دولار بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وخلال عملية التسليم أشهد مدير عام المسيمير حاميم الحوشبي بالدور الإيجابي للصندوق الاجتماعي للتنمية على تدخلاته في دعمه ومساندته وجهود السلطة المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وعلى وجه الخصوص في مجال الصحة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية بالمديرية أكد الحوشبي إلى أهمية هذا المشروع الصحي النوعي الهام الذي يعد أول مركز متخصص في مجال التوليد كونه سيسهم في تقديم خدمات صحية أو للصحة الإنجابية بمختلف أنواعها لأهالي مديرية المسيمير